اعزائي طلبة وطالبات تلت السنوي اهلا بكم في فرنشا اكاديمي مع فيديو جديد من فيديوهات مادة اللغة الفرنسية الفيديو النهاردة ان شاء الله هيكون عبارة عن اهم التكات اللي ممكن تقابلنا في اسئلة القواعد وهم عبارة عن 200 جملة هنبتدي باول جزء منهم النهاردة وهم من اعداد مسيو طارق محمد بشكروا جدا وبتمنانوا مستقبل مشرق ان شاء الله اول سؤال جون كور نقاط بيير احط مكان النقاط بلو ك ولا بلو دو ولا بلو ولا موا كور ده تصريف فربي كورير مع المفرد الغائب كورير يعني يجري يبقى جون بيجري اكثر من بيير يبقى المقارنة هنا مقارنة افعال في مقارنة الافعال بنجيب الفعل وبعدين بلو ك أكثر من او طان ك مساوي لي او موان ك اقل من يبقى الاجابة المناسبة هنا هي بلو ك جون كور بلو كور بيير السؤال الثاني جو ديسان نقاط جار احط مكان النقاط اون ولا دو ولا آلا ولا دولا يعني ينزل لو هيجي بعديه مكان بنستخدم معاه حرف الجر ا وبيكون معناه ينزل في لكن لو هيجي بعديه وسيلة مواصلات بنستخدم معاه حرف الجر دو وبيكون معناه ينزل من جار ده مكان يبقى هنستخدم معاه حرف الجر ا وطبعا هي اسمه مؤنس يبقى السؤال الثالث جو ديسان نقاط بيس انا بنزل من الأوتوبيس هنا بقى جاي بعد فير بديسان دو وسيلة مواصلات يبقى هنختار معاه حرف الجر دو وبيس اسمه مفرد مذكر يبقى هنختار دو جو ديسان دو بيس السؤال الرابع ما تنساش الكارت المدرسي بتاعك هو موجود على المكتب أحط مكان النقاط ل ولا إل ولا إل ولا أبوستخوف ولا أل كارت سكولار ده اسمه مفرد مؤنس المفروض ان انا في الجملة التانية بس تبدله بضمير فاعل لان الجملة مفيش فيها فاعل يبقى هنختار أل السؤال الخامس أنت بتخرج دايما بدون أصدقائك أنا مش بخرج أبدا بدونهم أحط مكان النقاط إيل ولا أ ولا أل ولا لوي صن ده حرف جر وبعد حروف الجر لازم نستخدم دمائر توكيد والمفروض ان انا هاختار دمائر توكيد للغائب الجمع يبقى أ السؤال السادس هي عندها أطفال صغار أحط مكان النقاط دو ولا دي ولا دي ولا دي ولا دي الأبوستخوف نخلي بالنا كويس ان قبل الصفة الجمع مش بنستخدم دي ولكن بنستخدم دو يبقى هي عندها أطفال صغار السؤال السابع هي عندها أحفاد هنا كلمة بوتي مش صفة ولكن هي من أصل الكلمة علشان الشرطة اللي في النص ما بين الكلمتين دي معناها أحفاد يبقى هي عندها أحفاد يبقى في الحالة دي هنستخدم دي السؤال التامن نقاط في خبيق لابوخت أحط مكان النقاط كو أبوستخوف ولا بيخسون نو ولا كلكن آ ولا غيا السؤال معناه في حد خبط على الباب يعني المفروض اللي ناقص هنا هو فاعل عاقل يبقى كو أبوستخوف مش هتنفع لأن هي معناها ماذا بتسأل عن غير عاقل وغيا كمان مش هتنفع لأن هي نفي لشيء يعني غير عاقل برضو وبخسون نو مش هتنفع لأن احنا لو بصينا في الجملة هنلاقي في عندي فخاب بي ده اسم مفعول يعني الجملة في زمن الماضي المركب يعني المفروض يكون في فعل مساعد كمان في الجملة يبقى الإجابة اللي صح هي كيل كن آ يبقى كيل كن آ فخاب بي ألا بوخت في حد خبط على الباب السؤال التاسع كرة القدم واحدة من الرياضات إيه بخيفغي مفرد مذكر ولا بخيفغي جمع مؤنس ولا بخيفغي جمع مذكر ولا بخيفغي مفرد مؤنس الصفة هنا هتوصف كلمة سبوغ وكلمة سبوغ كلمة جمع مذكر يبقى بخيفغي جمع مذكر السؤال العاشر لا بوكسي ايه نقط جينيال للمفرد المذكر ولا جينيال للمفرد المؤنس ولا جينيو لجمع المذكر ولا جينيال لجمع المؤنس كلمة لا بوكسي كلمة مفرد مؤنس يبقى جينيال مفرد مؤنس السؤال نميرو أونز 11 لابوكسي سي نقط الملاكمة انها تكون ايه جينيال ولا جينيال ولا جينيو ولا جينيال طبعا عند التعبير سي وده دايما بيجي بعديه الصفة لازم تكون مفرد مذكر حتى لو الاسم اللي بنتكلم عنه مؤنس او جمع لازم برضو الصفة تفضل في المفرد المذكر يبقى سي جينيال السؤال مغودوز 12 إنه في با نقط سكي هو لا يمارس التزلج أحط مكان النقط دو ولا دو ولا دو الأبوستخوف ولا أو دايما بيجي معاه الأنشطة مسبوقة بأدات تجزئة ويسكي اسم مفرد مذكر ولكن نخلي بالنا إن الجملة منفية يبقى أدوات التجزئة بتتحول لدو عند النفي يبقى السؤال مغودخيز 13 هو لا يحب ممارسة التزلج أحط مكان النقط دو ولا دو ولا دو ولا دو الأبوستخوف ولا أو هنا بقى إنه في واقع على فيغ بإمي مش على فيغ بفيغ يبقى في الحالة دي أدوات التجزئة مش هتتغير يبقى هنختار دو لأن سكي مفرد مذكر السؤال نمغود 14 أربعتاشر هو لا يعرف ممارسة التزلج ما بيعرفش يمارس التزلج أحط مكان النقط دو ولا دو ولا دو الأبوستخوف ولا أو هنا النفي واقع على فيغ بصفواغ ولكن مع الرياضة التزلج بنحول أدوات التجزئة عند النفي حتى لو النفي مش واقع على فيغ بفيغ والكلام ده مقتصر على فيغ بصفواغ وبس يبقى هنختار دو السؤال نمغود 15 خمستاشر النفي هنا برضو واقع على فيغ بصفواغ ولكن نخلي بالنا إن دي رياضة كرة القدم مش رياضة التزلج يبقى معنى كده إن أنا هسيب أدوات التجزئة زي ما هي مش هغيرها وفوت اسم مفرد مذكر يبقى هاختار دو السؤال نمغود 16 16 هو يأكل من السمك كمية مساوية لما يأكله من اللحم يبقى هنحط مكان النقاط دولا ولا دو ولا دو ولا دي نخلي بالنا إن دي مقارنة والمقارنة هنا مقارنة كميات يعني هنا تعتبر كمية يبقى هنختار دو السؤال نمغود السات 17 انت بتاكل كام من الزبادي في العشاء أحط مكان النقاط دو ولا دي أبوستخوف ولا دي ولا ليه السؤال عن كمية ودايما كمبيان بيجي بعديها دو وبعدين اسم جمع ولكن نخلي بالنا إن يا أخت بتقى بحرف متحرك ولكن كلمة يا أخت استثناء يعني مش بنستخدم قبليها دي أبوستخوف ولكن بنستخدم دو لأن لما بيجي معاها أداة تعريف بتكون لو مش الأبوستخوف يبقى كمبيان دو يا أخت السؤال نمغود الثويت 18 النقاط السيف خوا دون لسواري إيل هنا المقصود بيها حالة الطقس يعني الجملة معناها إن الجو بيكون بارد بما يكفي في فترة المساء أحط مكان النقاط إيه ولا فيه ولا فيه ولا بخون علشان نعبر عن حالة الطقس بنستخدم فيغ بفير مع إيل يبقى إيل فيه السيف خوا دون لسواري السؤال نمغود الثنوف 19 ما نقاط مغ إيه إيبار ديناميك جدتي نشيطة جدا أحط مكان النقاط مفرد مذكر ولا جروند مفرد مؤنس ولا جروند جامع مذكر ولا جروند جامع مؤنس كلمة جرون مغ تركيبة على بعضيها ما ينفعش إن أنا أأنس كلمة جروند ولكن بسيبها مذكر زي ما هي يبقى ما جرون مغ السؤال نمغود 20 عشرين نون يمون با دي نقاط لبواصن فخوا إحنا مش بنحب أبدا المشروبات الباردة أحط مكان النقاط ولا تو ولا توت ولا توت كلمة ليه بواصن ده جامع مؤنس ولكن نخلي بالن قبل ما نختار لأن في عندي هنا نفي بكلمة يعني على الإطلاق ده تعبير على بعضه ما ينفعش إن أنا أغير في حاجة يبقى السؤال نمغود 20 21 المترو بيمر بثلاث محطات أحط مكان النقاط ش ولا آ ولا بار ولا دن بمعنى يمر دايماً بييجي بعديه حرف الجر بار يبقى السؤال نمغود 22 22 برافو تيابخي نقاط بالفوتو برافو أنت أخدت صور جميلة أحط مكان النقاط دي ولا دي ولا دي أبوستخوف ولا دي هنا صفة جمع وقبل الصفات الجمع ما ينفعش أستخدم دي ولكن بستخدم دي نخلي بالن من الجزئية دي لأن هي بتتكرر كتير قبل الصفة الجمع بستخدم دي السؤال نمغود 23 23 تيانو أتكم بيان دونوي الوتيل أنت قضيت كام ليلة في الوتيل أحط مكان النقاط باسي مفرد مذكر ولا باسي جمع مذكر ولا باسي مفرد مؤنس ولا باسي جمع مؤنس هنا المساعد هو أفواق لأن فيغ باسي هنا معناه يقضي يبقى معناه كده إن أنا هختاره من غير تبعية يبقى هنختار باسي السؤال نمغود 24 24 الشتاء القادم أنا هلعب كرة القدم أحط مكان النقاط ولا في ولا في ولا اي أنا عندي هنا كلمة دي بتدل على المستقبل يبقى الجملة هتكون في المستقبل القريب المستقبل القريب يعني متصرف في المضارع زائد المصدر أنا عندي هنا المصدر موجود يبقى هاختار تصريف مع ج يبقى جو جوي أو فوت السؤال نمغود 25 25 نقاط أحط ما كنا النقاط ولا 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 نخلي بالنا إن الجملة هنا في صيغة الأمر لأن في عندي هنا بعد كلمة يعني أنا بنادي عليه وبقول له يا صغيري يعني هنختار الفعل متصرف مع تيو ولكن هنحزف حرف الاس لأنه بنحزف منه حرف الاس عند تصريف الفغب مع تيو في صيغة الأمر يبقى السؤال نمغود 26 نقاط أفوتخ بلاس نفس الحكاية برضو دي جملة فيها أمر يعني لأن في عندي بعد كلمة يعني بقول له يا سيدي اذهب إلى مكانك ولكن هنا هنستخدم فيغ بقالي متصرف مع يبقى عليه السؤال نمغود 26 27 هو مش بيفضل لعب كرة القدم أحط مكان النقاط ل ولا دي ولا أو ولا دي فيغ بجوي مع الرياضات بييجي معايا حرف الجر أ وكلمة فوت كلمة مفرد مذكر يبقى هنختار حرف الجر أ المضغم مع أداة التعريف لو وو يبقى وفوت السؤال نمغود فانويت 28 الرياضات تكون ايه سوبير ولا بيل ولا بو ولا بيل كلمة جمع مذكر يعني المفروض ان انا هحط مكان النقاط صفة جمع مذكر الاختيارات اللي عندي مفيش فيها جمع مذكر ولكن في عندي كلمة سوبير دي ليها شكل سابت ما بتتغيرش حتى لو الموصوف تغير بتفضل دايما في المفرد المذكر حتى لو الموصوف جمع أو مؤنس يبقى السؤال نمغود 29 ليس بوغ سي نقاط احط مكان النقاط بو جمع مذكر ولا بيل جمع مؤنس ولا بو مفرد مذكر ولا بيل مفرد مؤنس زي ما احنا قلنا قبل كده بعد التعبير سي لو هيجي صفة لازم تكون صفة مفرد مذكر يبقى بو ليس بوغ سي بو السؤال نمغود خونت علي وانا نكون مصريين احط مكان النقاط إيل ولا نو ولا أون ولا إيل نخلي بالنا علي وانا يعني نو نحن ولكن فيغ بأدخل هنا متصرف مع إيل يبقى معنى كده ان انا هختار الضمير أون أون يعني احنا وهو ضمير بيدل على جمع ولكن الفعل بيتصرف معاه زي تصريفه مع إيل وقل يبقى علي إيم و اوني تجيب سيا السؤال نمغود خونت اه واحد وثلاثين تييم لو فوت نقاط لو باسكيت احط مكان النقاط او أين ولا فيغ نحو ولا او او ولا ما لكن اكيد طبعا هنختار او يعني او السؤال نمغود خونت دو اثنين وثلاثين لو ليفغي ايه نقاط الكتاب يكون لي نقاط احط مكان النقاط لو ولا ولا ال ولا لا ولا او انا عندي هنا حرف جر وزي ما احنا اتفقنا ان بعد حروف الجر لو هيجي ضمير يبقى لازم يجي ضمير توكيد ضمير التوكيد هنا هو ال السؤال نمغود خونت تخوى تلاتة وثلاثين جو جو نقاط ايغو مليون انا بلعب لعبة المليون يورو احط مكان النقاط او ولا او ولا الا ولا اقل ابوستخوف كلمة ايغو مليون ده اسم لعبة مفرد يعني هنختار قبليها اقل ابوستخوف لان هي بدأ بحرف متحرك اقل ايغو مليون السؤال نمغود خونت كاتر اربعة وثلاثين جو في بوكو نقاط فوت احط مكان النقاط دو ولا او ولا دولا ولا دو طبعا فيغ بفير بيجي معاه اداة التجزئة قبل الالعاب الرياضية وطالما في عندي بوكو مش هينفع استخدم بعديها دو يعني لازم هستخدم بعديها دو يبقى جو في بوكو دو فوت السؤال نمغود خونت سانك خمسة وثلاثين جو جو بوكو نقاط فوت احط مكان النقاط دو ولا او ولا دولا ولا دو فيغ بجوي بيجي معاه حرف الجر ا مع الانشطة الرياضية يبقى بوكو هنا مش هينفع تستخدم كذر في كمية يعني حرف الجر ا هيفضل ثابت وهنا فوت اسمه مفرد مذكر يبقى الايجابة هي او جو جو بوكو وفوت السؤال نمغود خونت سيس ستة وتلاتين جو جو نقاط جيتار احط مكان النقاط او ولا الا ولا دولا ولا دو فيغ بجوي مع الالات الموسيقية بيجي معايا حرف الجر دو وجيتار اسمه مفرد مؤنس يبقى دولا السؤال نمغود خونت ست سبعة وتلاتين جو جو بوكو نقاط جيتار احط مكان النقاط دولا ولا الا ولا او ولا دو هنا برضو بوكو مع فيغ بجوي مش هتبقى ظرف كمية يعني هنستخدم حرف الجر دو قبل الالات الموسيقية جيتار اسمه مفرد مؤنس يبقى دولا السؤال نمغود خونت ويت تمانية وتلاتين لو شا لغة نقاط دون ديولي القط لورا ادتو لابن احط مكان النقاط ولا لوي ولا لو ولا لا الجملة هنا ناقصها ضمير مفعول وضمير المفعول اللي هيكون هنا هيحل محل كلمة لو شا ولكن عايزين نعرف بقى هو هيكون ضمير مفعول مباشر ولا ضمير مفعول غير مباشر فيغ بدون ايه من الافعال اللي بيجي بعديها حرف الجر ا يعني الجملة اصلها لغة دون ديولي او شا يعني هنستبدل او شا بضمير مفعول غير مباشر لان الحيوانات برضو بتعتبر عاقل علشان كده بنستبدلها بضمائر المفعولة الغير مباشر لوي للمفرد و لوي للجمع شا ده اسمه مفرد يبقى هنستبدلها بالضمير لوي يبقى لغة لوي دون ديولي السؤال نمغود خونت ونوف تسعة وتلاتين انا لم اقتي من المطار احط مكان النوع ديو ولا دو ولا دي ابوستخوف ولا دو الابوستخوف نخلي بالنا ان اللي بيجي بعد بيكون حرف الجر دو والجملة هنا منفية ولكن حرف الجر دو مش بيتأثر بالنفي زي ادوات التجزئة يبقى معنى كده ان هو مش هيتحول لدو ولكن هيفضل بشكله زي ما هو على حسب الاسم اللي هيجي بعديه الاسم اللي جاي بعديه هنا هو وده اسمه مفرد مذكر بادئ بحرف متحرك يبقى دو الابوستخوف يبقى جونو فيان با دو لاي غيبو السؤال نمغود كارونت اربعين احط مكان النقاط مانجي ولا مانجي ولا مانجي ولا مانج الجملة هنا امرية منتهية بعلامة تعجب وفيه فصلة بعد بول وبعد التومة يعني الدان الداء بنادي عليهم وبقولهم كل قليل يبقى معنى كده ان انا هستخدم مانجي يكون متصرف مع المخاطب الجمع يبقى مانجي يبقى مانجي يعني لازم تسمعوا نصيحة مدربكم احط مكان النقاط فات يعني يعمل يجب المفروض ان انا بعبر عن الالزام يبقى الاجابة المناسبة هي يبقى الاجابة الصحة هي يبقى الاجوير دو فوت ركيب سنت ان بلان فورم السؤال نموكا 43 43 جو سويز ان نقاط فورم احط مكان النقاط ولا بلان ولا بلان ولا بلان فورم ده اسم مفرد مؤنس المفروض ان احنا هنختار صفة مفرد مؤنس يبقى بلان السؤال نموكا 44 44 هليت ان نقاط صونتي هو في صحة جيدة احط مكان النقاط بون ولا بون ولا بون صونتي اسم مفرد مؤنس يعني هنختار صفة مفرد مؤنس تبقى بون السؤال نموكا 45 45 نقاط غافتينج سيمون سبو بخيفي الرافتينج هي الرياضة المفضلة احط مكان النقاط لو ولا لا ولا الابستخوف ولا ليه غافتينج ده اسم الرياضة مفرد مذكر يبقى لو لو غافتينج السؤال نموكا 46 46 أختي مجبرة او مضطرة ان هي تذاكر هذه الروايات احط مكان النقاط ايه ولا ا ولا دوا ولا فا علشان نعبر عن الالزام بنستخدم بعض التعبيرات منها يعني مضطر ان يعني الاجابة الصحة هي يعني مضطر ان يعني الاجابة الصحة هي يبقى السؤال نموكا 47 نقاط ديغيج لو ماتش احط مكان النقاط كو يعني ماذا ولا كومو كيف ولا كي من ولا كال اي المفروض هنا اللي نائس عندي هو فاعل يعني انا بسأل عن فاعل يعني هاختار كلمة استفهام تدل على فاعل عاقل يبقى كي من كي ديغيج لو ماتش السؤال نموكا 48 نقاط تتخوف لسكالات ايه رأيك في لسكالات في التسلق الجبال احط مكان النقاط كومو ولا كون ولا كال ولا كي علشان نسأل عن رأي حد في حاجة بنستخدم التعبير كومو تتخوف يبقى كومو السؤال نموكا 49 49 نقاط جو تخوف لو باقاشوتيزم فيولو انا بشوف رياضة القفز بالمظلات لعبة خطرة او عنيفة احط مكان النقاط موا ولا طوا ولا لوي ولا قل الفاعل هنا هو يعني هاختار ضمير توكيد للتأكيد على جو يبقى موا السؤال نموكا 50 انت بتحب تشوف افلام الاكشن نقاط جم رجاردي لفيلم رومانتيك انا بحب اشوف الافلام الرومانسية احط مكان النقاط سي ولا لوي ولا نو ولا غيا الاجابة هنا هتكون بالنفي يعني هقول لا انا بحب اشوف الافلام الرومانسية يبقى هاستخدم نو نو جم رجاردي ده كان اخر سؤال من الاسئلة اللي معنا النهاردة واتمنى يكون الفيديو ده عجبك وتكونوا استفادتوا منه وبرحب كل اسئلتكم واستفسراتكم ونتقابل تاني في فيديو جديد مرسي Au revoir